إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إن الله وحده لا سريط له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تدريما كثيرا أما بعد فيا عباد الله خلق الله الموت والحياة ابتلاعًا ليتبين من هو المخلص ليتبين من هو المخلص لله متبع للهد قال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور جعل الله هذه الدنيا دار فناع وعمل واجتهاد وجعل الآخرة دار مقام وبقاء وجزاء وهذرنا صلى الله عليه وسلم من تألُّك المسلم بها عن الدار الآخرة أيها المسلم الموت ليس له زمنٌ معين ولا سنٌ معين ولا مردٌ معين ولكن إذا تم العجل خدر الموت قال جل وعلا ولن يؤخر الله نفسًا إذا جاء عجلها والله خبيرٌ بما تعملون أيها المسلم فانظر في أعمالك واستعِد للرهيل إلى دار الآخرة فإن الموت ملاقي لكل أهدٍ قال جل وعلا قل إن الموت الذي تفرُّون منه فإنه ملاقيكم ثم تردُّون إلى آلم الغيب والشهادة فينبِعُكم بما كنتم تعملون أيها المسلم إن المدبِّر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يرى كثيرًا من أحوال يوم الكيامة وما سيكون بعد الموت فمن إيمان باليوم الآخر أن تؤمن بكل ما أخبر به ربنا جل وعلا وأخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم أما سيكون بعد الموت من فتنة القبر وعذابه ونعيمه وسكرات الموت قال تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تهيد تقول عائسة رضي الله عنها ما كرهتُ سدة الموت لأهدٍ بعد الذي لعيته من النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان إنه ركوةٌ من ماءٍ يدأ فيها يديه يمسه بهما وجهه ويقول الله أكبر إن للموت سكرات أيها المسلم وبعد مفاركتك الدنيا تنقل من بيتك وقسرك إلى قبرك ذلك القبر هو البرزخ تبكى فيه إلى أن يعزن الله إلى كيام الحلق لرب العالمين هذا القبر إما خفرةٌ من خفر النار أو رودةٌ من رياد الجنة يدأك فيه أحبُّ الناس إليك ينعون عليك التراب ويسندون لك اللبٍ ويدؤونك في هذا الله وحيداً أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا وجئ في كربه في قبره وفارك أهله إنه ليسمع قرآن آلهم ياتيانه ملكان فيقولان له ما علمك بهذا الرجل يعني محمد صلى الله عليه وسلم فيثبت الله المؤمن بالقول الثابت فيقول هو محمد هو محمدٌ عبد الله ورسوله يسألانه عن ربه ودينه ونبيه فيقول الله ربيه والإسلام ديني ومحمدٌ صلى الله عليه وسلم النبي فيرى مقعده من النار ومقعده من الجنة فيقال هذا مقعدك من النار قد أبدلق الله خيراً من ذلك فيفسخ له في كبره مد بصره ويبقى مستعنساً ينتزل كيام الساعة لما يناله من الأجل والثواب العظيم وعم المرتاب والمنافق فيقول إذا سئل عن ربه ونبيه لا أدري سميت الناس يقولون شيئاً فقلت فيجرب من مرزبة من حديد وبعد هذا الموقف العظيم قيام الساعة التي أخبر الله بها في كتابه يقول الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن ذلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تظهل كل مردئة يوم ترونها تظهل كل مردئة يوم ترونها تظهل كل مردئة لا توجد عن نفس الشيء والإزداد للإalı يوم أن يضايق ترجمة ترجمة نانسي قنقر 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 إنه يعتبر أخيرا الأساسي إنه يعتبر أخيرا الفئة قال أنه وعدت تدكى المترجم هي يعتبر أي حيث ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة 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 نانسي قنقر 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 نانسي قنقر